الخميس 23 نوفمبر اهلا وسهلا بكم متابعين على قناة التاسعة مواعد مرحبا مرواين عشوري بسأل خيرات لكم جميعا الشأن الانتخابي على طويلة النقاش الليلة مع ضيوفنا كل من نوف الفريخان نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبسام معطر رئيس جمعية عتيد شهدت مختلف ولاية الجمهورية منذ ليلة أمس تساقط كمية هامة من الأمطار استبشر بها التوينس بعد أشهر من الجفاف كما قاعدين تراو في الأسورة هذا وأعلن المهعد الوطني للرزد الجوي في بلاغ منذ قليل بأن التقس يكون كثيفة سحب مع أمطار ضعيفة ومحلية بالمناطق الغربية خلال الليلة الخادمة من المنتظر أن الحرارة أيضا تتراوح ليلا بين 10 و15 درجة وبش تكون شدة الرياح متواصلة قرب السواحل البحر هايج إلى شديد الاضطراب بشمال تونس وشديد الاضطراب فمتموج شرق البلاد سيد المخرج خلينا الصور هذه هذه صور منذ قليل شفناها خليفة خطرنا أنه نبدأوا بأحوال التقس لأنه الناس مركزة أكثر حاجة مع الكميات هذه إن شاء الله ربي يرحمنا لأنه أشهر من الجفاف ما كان يش سهل على التوينس وتعتبر السنوات من الجفاف وبالنسبة التونس كي تقيس معناه نسبة تساقط الأمطار طيلة هذه السنوات الخبراء يعني أكيد وحتى بالعين المجرده اقتراقب وضعية السدود في تونس ووضعية الأراضي نفسها ووضعية الأشجار ولين نحكيه عن جفاف أثر أي متأثير على غابة السياتين مثلا على مستوى السفاقس والجنوب أثر على زراعات الكبرى على مستوى الشمال الغربي أثر على وضعية الماء اللي في الحنفات اللي يشربوه توانسا وكل من الناس تحكي على أنه الماء هذا ولين شموا فيه في الروائح وغيرها ولكن معظم الناس والسناد ومعظم الخبراء يقولك نتاج الترسبات باعتبار المياه والاتناقص ياسر على مستوى السدود متاعنا أكيد أنه أحد المواضيع المهمة وقت ندخله في التحليل على الجوانب الاقتصادية والسياسية نقوله أنه هذا مؤشر يدفعنا بالضروري للتفكير عن البدائل لأننا نحن في منطقة شبه الجافة العالم يشهد على مستوى منطقتنا المتوسطية مرور بتقريب ما راحنا بتاع جفاف كبرى إسبانيا ها نحن نحكي عن أوروبا تمر بفترة جفاف كبيرة مع ذلك الحقيقة ثمت جهد مهم ويثمن من قبل الفلاحة التونسي ما شفناش نقص كبير جدا على مستوى الخضروات أو على مستوى الإنتاج الفلاحي حتى صابت الزايتين طاحت للنصف اللي كان مؤمل كنقوله صابة في الأربعمائة ألف لكن مئتين وعشرين ألف إن شاء الله تكون طالع خير على بلادنا صابت الدجلة القوارئ زادة حوالي ثلاثمائة ألف أو أكثر شوية لكن هذا يدفعنا إلى التفكير مش مجرد نزول الأمطار كيفاش نتحكم في الوفرة المشكلة نسبة كبيرة من الأمطار قال لي واحد فلاح تمشي للبحار وبعد نعوده نحليه هاي كانت عندنا تنزل الأمطار هاي مش تمشي الوديان للبحار ثم نولوا نفكروا في تحليتها يجزم ثم تأسطرات جيات كبيرة ندفع الفلوس نخسره لأننا مثلا مرتبطة بأمن قومي فعلا الغذاء المعارك الأخيرة اللي شهدها العالم في أوكرانيا في غزة في غيرها حرب كبيرة على الغذاء ومستقبل الغذاء اللي يدخل في دائرة اهتمام الدولة على جهة الأمن القومي وهذا يعني العديد من الدول مثال سايل المخرج احنا مش خلينا تصور خليهم يدوروا لأخي الناس متفائلة الناس متفائلة متفائلة ومستبشرة وزيدة أما زيدة خايفة خطر ساعات كتشوف حالة الطرقات وكل دونك تكشف على ثغرات البنية التحتية والمشاكل هذه الكل وتشوف الناس حتى على وسائل النقل وكل باكر خلينا في الإيجابي مهم جدا كلمة اللي قالها خليفة اللي تقولها وتخدم عليها برشة دول وتعمل لها استراتيجيات أنه مسألة المياه ومسألة الغيث النافع وما ينجر عنها من انتعاشها في الاقتصاد أصبحت مسألة أمن قومي للبلدان تباعة ذا مسألة مهمة جدا يجبنا نخدم عليها بعد ما كنا في السابق مع تعالى في الستينات وفي السبعينات كنا سباقين على الأقل في المنطقة متاعنا فيما يخص للسدود والاستراتيجية متاع الحفاظ على الماء هذا الكل للأسف ما قدمناش فيه بالأشواط اللازمة وليس مناش ننسى حتى ولو طوى نستبشروا بالأمطار هذية مناش ننسى وأنه على السنوات ترى كما نقوله معنى التندانس ماشية نحو القلة متاع الأمطار والجفاف وهذا من شأنه بشي نبهنا لأهمية المسألة هذية سواء كان ذلك في تصرفات المستهلك المباشر أو خاصة على مستوى الدولة على حد ما شفنا وما سمعنا الحد الآن أن وزارة الفلاحة يبدو أنها حاطى المسألة في أولى أولوياتها وتخدم على صدود بطينية ومسائل من النوع ذلك ولكن مرة أخرى هذا الكل يحب له فلوس وهذا الكل لازمه استثمارات ووجب على الدولة التونسية أنها تعمل التحكمات الصائبة في المسألة هذية لأنه مسألة الماء معنى تم زايد حتى باش نفسروا أهميتها للشعوب وجوست معنى أنكدوت صغيرة في المسألة هذية واحد من المتعاملين في البورسة القلق الجدا اللي فيقوا بأزمة 2008 وربحوا منها برشا فلوس من 2008 بعد الأزمة هذيكة ولا يخدم على مادة واحدة هي الماء ريال سليانا وكسرة أيضا يظل شملتهم الأمطار شوفنا جربة بط فيها تبروري جو بانزدان في مجهد فريد من نوع أكثر ناس هما يستنعوا الحقيقة في المطرة هذي ومستبشرين بها يمكن أكثر من غيرهم هما أهل الشمال الغاربي بصفة عامة لأنه مكتعرف الغادي فما برشا فلاحة مليك وتقريبا أغلبية الناس غادي معناتها تمهم المطرر وتمهم الفلاحة لأنه تقريبا مصدر عيشهم الوحيد الحقيقة ما زاد عن ذلك فما تفاعل كبير فما استبشار كبير من قبل التوينس الكل بالمطرة هذي اللي طال انتظارها الحقيقة عندها برشا ما مصبتش مطرة به في بلادنا ربي يرحمنا وإن شاء الله معاومة ولكن كما حكيت أنت زادة مليك على أنه المطرر ساعات معناتها تكشف وتوري العيوب متاع البنية التحتية متاعنا والعيوب متاع الطرقات متاعنا ذلك عليش دعوة خاصة لمستعمليين الطريق زادة أنهم يسيسوا رواحهم ويردوا بالا وما نحبوش النعمة هذه معناتها تولي نقمة وربي يرحمنا وإن شاء الله وزارة الفلاحة وإن شاء الله الدولة التونسية معناتها تخدم على الاستثمار في الأمطار كما قلت سخليفة مش معقول المطار بعد ما تصبن وليه نحكيه على تحليط المياه خاصة تم زادة أنه كما شفتوا معناتها تقريبا حتى الحل اللي مشيت فيها الصناد في قطع الماء تقسيت الماء تقسيت الماء وقطع الماء في بعض الأحيان تقريبا ما أعطاش أكل والنتيجة ما كانتش مرجوع أتعرف عليش خاطر نيجيسما تبدأ خايفة من قصة أن الماء تبدأ لبي يمشي عابي وبعد هذا الكلام ماذا عسيني أقول بعد كل الذي قاله وسيخليفة تقريبا نجي على كل النقاط إن شاء الله يسمعوه ما عاش نبدأ بخليفة مالا شبادل عليكم الكلمة يلا نمشي ولي أخبار أخرى وعلى هامش انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية الاتحاد العامة تنسي للشغل اليوم في الحمامات أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بإسفاقس محمد عباس يأكد أن الاتهامات التي وجهت اليوسف العوادني ونقابيين آخرين هي التهم سياسية بامتياز وبشتم عقد ندوة صحفية يوم السبت للكشف عنها وللوقوف على الجوانب القانونية أنا أحب أن أكد أن الملف مع كل احتراماتي لقرار القضاء البارع في قرارهم عدم سماع الدعوة لزوزو خيان أخي يوسف وثلاثة سهر شزن في فترة سراح أنه ما كناش فرحانين باعتبار كنا ننتظر أن نحفظ القضية باعتبار فراخها وإن شاء الله يوم الست مش تكون ندوة صحفية في السفاقس لساء المحامين مش يحضروا بش يفكوا الجانب هذا ونعتبره كمكتب تنفيذي وكهيدرية جهوية أنه هذية بخلفية سياسية وافحة وعليش بخلفية من محاولة اختطافه وعملية التسارع تسارع رهيب جداً على تنتقافية مثلاً سونة راك كذي بابور قرقنا قدم في نهار 7 نوفمبر نهار 10 نوفمبر يوقع الصنطاق المعني بالأمر نهار 10 نوفمبر يبحثه في يوسف أخي عادي جداً أنه في ظرف 20 يوم قضية في العوينة عادي جداً إذا ما كانش هو كاتب عامة هذا الجهة وحاكين المواطن تمشي العوينة وتمشي في ظرف 20 يوم هاو عنا قضايا عند عامين وعام ونص إذن سياسية بانتياز نحن على السعادات على يقظة هذا الجانب من ما ذكره اليوم في الهيئة الإدارية اللي بش نكمل ونسمع بقية التصريحات اللي غطاها برنامج غون ضيبونا في الحمامات اليوم فقط خلينا نتوقف مدام ما حكينا على يوسف العوادني وعلى ما قاله الكاتب العام المساعد للإتحاد الجهوي للشغل بالسفاقس البارح في ساعة متأخرة المحكمة الابتدائية بسفاقس تصدر قرار بعدم سماع الدعوة في حق الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بسفاقس يوسف العوادني خليفة من حيث التوقيت أنه يتم إطلاق صراح العوادني وعدم سماع الدعوة له مباشرة أو سويعات قبل انطلاق الهيئة الإدارية للمنظمة الشغلة في الحمامات كيف اشتقرها؟ أنا أعتقد القضية بصرف النظر على المجارية القضائية ومحن المتفقين ما نسموش ندخل في التفصيليات ما نسموش في المحكمة ومحامين والرافع لكن لا يمكن عدم قراءتها من الجوانب السياسي لأن تقبيلة كنت تقرأ في قرار السيد القاضي بعدم سماع الدعوة وهو يتزامن مع قرار آخر في علاقة تقريب بستة وسبعة نقابين في وزارة النقل اللي تقريبا زاد أنصفهم القضاء والاستناف ربحوه وبقاة حكاية متاع خطايا وثم نقابي آخر يعني برح ثم ثلاث قضايا نقابية تقريب فضت في نفس الوقت القراءة لابد أن تذهب في اتجاه سياسي في مثل هكذا حال ثانيا الحيثيات اللي تم بها سيد الكاتب العام تحت جاو الاسفاقس تطرح شوية نقاط استفهم علاش قضية كبرت بهذا الشكل لأنه يدو عركة وخصومة وخلاف علاش مشت للعوينة يبقى نقص ثانيا نحكيه على الرجل الثاني تقريبا في المنظمة الشغيلة بعد الأمين العام الاتحاد العامة تصير الشغل وانتي تعرف وزن النصفاقس وهيكا النقابية هناك كان واحد زاد مدام بالقضاء ثاني لو وزعين رئيس حكومة أمين عام حزب تحمسوا ليته في القانون هذاك واضح ولكن لا يمكن ما عندناش ممكنين ما نقرأوهاش من الجوانب السياسية في ذل اللحظة نعرف أنه العلاقة ماهيش ولابد بين الاتحاد والسلط يعني ثم حالة من البرود نسميوها مثلا مش تفاعل كبير ياسر بين بعضا من البعض لا في الجوانب متاع المفاوضات الاجتماعية ولا في الجوانب في سياقاتها السياسية ولو أنه في اعتقاد الاتحاد اللي عم تنشغل في هذه الفترة أحسن إدارة الموضوع على جيم عدم الإنجرار إلى ما سماها سيد نوردين طبوبي للتصادم لأنه السياسة فيها وجهات نظر فيها اليحكم فيها المعارض وفيها صناع الرأي اللي أحنا جزء منهم وفيها صناع الأحداث بطريقة أو بأخرى هناك مواقف كانت تدفع في الاتحاد للتصادم مع السلطة على خلفية مشكلات في علاقة بالشأن السياسي بالمساركة كله غيرها وشفناه وهذا شفناه حتى أحنا كمتابعين وثم توقع قد تدفع للمنظمة الشغلية باعتبارها عند منظوين ومنخرطين وعيشوا مشاكل متاع التأجير ومتاع المقدر الشرائية وكذا يبدو أن الاتحاد تصرف أنا أعتقد في تقيمي طبعا الشخصي أنه تصرف بحكمة ونقى بنفسه عن التصادم لإعتبارين رئيسيين يبدو أنه وضع نصب أعينها مستقبل المنظمة أكثر من مستقبله هو الآن لأنه قائم على مبدأ التصادم هذه هي منظمة شغلية ومازال ينتظر فرصة التوافق والتهديئة مع السلطة لأنه تاريخيا التصادمات بين المنظمة والسلطة تعيش فترة ثم يعيشوا تقريبا تشاركية في إدارة شأن العام طبعا السلطة سلطة ولكن كانت داوما يعاضدوا الاتحاد مع اسماعيل الصحباني مع عبد المجراد المرحوم مع الحبيب عشور نفسه مع طيب باكوش مع معناها إسماعيل مع سيحوسين العباسي وغيرها تعيش التصادمات لكن ثم يلقوا أرضية كما هو منظمة الأعراف وغيرها السلطة تم أحنا الآن لحد لا مناش في هذا الوارد السلطة مازالت الآن تقريب تمد وتبسط في نفوذها السياسي تقريبا وفي مصارها ربما أنا نقول كأننا بدأنا نخرج من منطقة الحالة متاع التواتر أو التشنج أو الشد والجذب في اتجاه ربما على ما يبدو أنه باش ندخله فيما بعد 24 لحالة من التوافق اللي عاشناها كثيرا وأدت بأطراف داخل المنظمة تقول البيروقراتية والبيروقراتية مهادنة والبيروقراتية الرجعية والبيروقراتية يمينية والبيروقراتية اللي نعيشوها في فترات عديدة مع القيادات الناقبية يبقى أنه لحد الآن المنظمة نأت بنفسها عن التصادم والسلطة ملاحظتش عندها زادة رغم للتصادم هكذا مباشرة يعني ثم جس نبض كانوا في مباراة من هنا وغيرا الأقارات القضائية الأخيرة إذا نقراها سياسيين مش قضائيا قضائيين القاضي هذا كشأنه والقانون وغيرا وعندهم تفصيليات تبدو أنها في سياق خطوات نحو الانفراج يجوا ثلاثة قضائيا في نفس الوقت لكلهم تقريب يتسكروا بطريقة متاع معناها النقابين ياخذوا حقوقهم القضائية ما نشوفوش دفع للتوتر بيش نواصلوا مع التصريحات هناك سلب الهيئة الإدارية اليوم وإن أكدنا الأمين العام مساعدة الاتحاد العامة تنسي لشغل سمير الأشفي أن هناك أطراف تستهدف الاتحاد من خلال شيطانته وتحاول تعطيل العمل النقابي هذه الهيئة الإدارية لتدارس هذا الوضع وبتبع الحال نحن لا نريد أن تشهد بلادنا حالة من التوترات والصدمات التي نحن في غنان عنها وخاصة عندما يتعلق بقضايا مفتعلة وهنا لغف على أحد اليوم واللينا نشعر والرأي العام الوطني وحتى معناه الدولي بدأ يشعر وأن هناك استهداف لحرية العمل النقابي هناك استهداف للمنظمة كل هذه الملفات تتطلب أن تكون للسلطة التنفيذية القدرة والشجاعة على أن تجلس إلى معاء الأطراف الاجتماعية في إطار حوار اجتماعي للبحث عن حلول المشاكل العميقة والمزمنة التي يعاني منها التونسيين والتونسيات والحلول لا تأتي إلا من خلال البعد التشاركي والبعد الحواري ليس أن نضرب الحوار الاجتماعي وتبقى المنظمة وكأنها في عزلة لا ينجم يحدد للاتحاد العام توسي للشغل حتى جهة مربعة لتتحرك فيه تقريباً لدينا مدة نحكيه على العلاقة أو طبيعة العلاقة بين الاتحاد العام توسي للشغل وبين السلطة تأتينا الآن بعض المؤشرات من خلال الظهور الإعلامي لسيد الأمين العام مؤخراً على أثر إقاف يوسف العواد نيو كان لحطة مداخلة في غوضيبونوف وأيضاً اليوم في بعض التصريحات على لسان القياديين داخل المنظمة الشغلة فيما يخص هذه العلاقة وخلال هذه الهيئة الإدارية شنو نستشفه أنت مع خليفة وقتل يقول لك راو بدينا نخرج من حالة التوتر هو الحقيقة نجم القراءة خليفة بتبع الحال قراءة يعني مهمة ولكن كنت نتفق معها تماماً لو كان بطريقة موازية مع هذا الكل موجود حوار اجتماعي حتى على مستوى قطاعي حتى على مستوى يعني بين المكتب التنفيذي والحكومة ورئيس الحكومة لو كان الشأن الاجتماعي والعلاقة العادية اللي مستنسين بها بين حكومة ما أو سلطة ما والاتحاد العام تونسي للشغل الماشية وفي الأثناء ثم المسائل القضائية هذه وقتها النجم نكون متفق مع قراءة أنه ماشين نحو نوع من الهدنة ولكن وقت اللي الحوار الاجتماعي منقطع تماماً بين السلطة والاتحاد ووقت اللي نشوفه أنه القضايا كتاعين شفنا في التعليم الثانوي في التعليم الثانوي بعد ما صار ما صار أخيراً قبل ما كانتش بتبيعة فما عركة ولكن كان فما مستوى معين من الحوار المتواصل هذاك في حلقات معينة ولكن على المستويات قطاعية وعلى مستويات أمتاع خمسة زائد خمسة هذا كان تقريباً متواصل ديما لكن مع السلطة الحالية هذا كله مصارش وكي نزيد ونشوفه على المستوى القضائي سرعة الإجراءات اللي تخص القضايا اللي موجودين فيها نقبيين وهذا بطبيعة الحالة هذه فرصة باش نأكدوا أنه صبغاً للنقبية لا تعطي لي صاحب لما تخليش صاحبها فوق القانون ولكن ما لازماش تخليه تحته أيضاً كي نشوفه هذا الكل الاتحادي لم المؤشرات هذا الكل مع تجاهل مبادراته في الحوار مع مساء الأخرى التصريحات وكلام تقال حتى على لسان رئيس الجمهورية بيدو مراش الحقيقة وأنه ماشي الأمور نحو نحو نوع من الهدنة أو السلم ولكن كي أنه يعني الاتحاد العام التونسي للشغل في الإطار اللي موجودة فيه البلاد تواه هو أيضاً ما يخذ حذره من أي خطوة ينجم يعملها لأنه يعرف أنه ينجم يدفع ثمن غالي هل هناك هدنة بين قوسين انخفاض أو تقلص لحالة التوتر أم صدام باقي تطرح السؤال عليش رياضها وبش نسمعه بعد لحظات الناتق رسمي باسم المنظمة الشغيلة اليوم يقول أنه اتحاد الشغل بشيعة الشكاية تضد الحكومة على أشغال مؤتمر منظمة العمل الدولية في مياه القادم الحوار الاجتماعي مغلق والحكومة تدعي أنه ثم حواره هذا غير صحيح وحنا كنا في السنة الفارتا ودينا في إجراءات مقاضات لدى منظمة العمل الدولية التي هي تركيبتها ثلاثية فيها الحكومة وفيها الاتحاد فيها اتحاد الصراع والتجارة اليوم عملنا ملف متكامل وصل إلى الإدارة العامة للمنظمة وستعرض على لجلة الحريات النقبية قريبا لتدرج في أشغال مؤتمر السنة القادمة يعني لينعقد بين 27 مي و15 جوان الاختراقات والانتهاكات التي مست العديد من الفصول فصل 135 فصل 180 العديد من الفصول ومن الاتفاقية الدولية التهاك الدستور اليوم اللي نص على حرية العمل النقابي وحق الإضراب احنا حرسنا أنه نسمع مختلف التيارات والأصوات الموجودة داخل المنظمة الشغيلة لأنه رياض مش كما نسمعه خطاب الأمين العام كما نسمعه مثلا سامير الشفي كما نسمعه الطاهري في الرسائل اللي وجهوها ولا في حتى في وصفهم لعلاقتهم بالسلطة القائمة فيما الاختلاف رياض بطبيعة الحال فما معناته نلاحظو الحقيقة اختلاف وجهات النظر داخل الاتحاد العام التونسي للشغل من داخل وحدة المنظمة النقابية الوطنية العريقة هذه هناك من ينادي سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتصعيد وهناك من يدعو للتعقل وهناك من يدعو للعقلانية وهناك من يدعو للحكمة في الاختلاف مع السلطة ومع الحكومة وهذا الحقيقة نلاحظوه معناتها على لسان القيادات الاتحاد العام التونسي للشغل بداية ملايك خاليني نقول انه الافراج على سيوسف العوادني ورفاقه معناتها هذا ما ينجم يأكد كان استقلالية القضاء بعد ما تم القضاء في حقه بعدم سماع الدعوة اثر الشكاية اللي تقدم بها الموظف هذا في هذه الشركة وبالتالي هذا يفند كل ما سمعناه يعني خلال الايام القليلة الماضية من انه هذا الايقاف او الاحتفاظ بالكاتب العام الجهوي للاتحاد الشغل بيستفاقس هو من قبيل استداف سياسي وفما نستحكي على قضاء التعليمات ليس من قبيل المنطق والمعقول في شيء انه وقت اللي القضاء يحتفظ نقول عليه قضاء التعليمات ووقت اللي القضاء معناتها يسيب ولا قضاء مستقل القاضي اللي يوقف القاضي هو اللي يسيب وبالتالي لا شك في انه قضاءنا اليوم مستقل ويشتغل في استقلالية تامة عن الوظيفة التنفيذية النقطة الأخرى ما لك حكيت انت على السيدام انا الحقيقة مراش انه فما اي نية او اي رغبة من كلا الطرفين في السيدام ولكن اعتقد انه الدعوة للسيدام هي شهوة لدى البعض لدى بعض الاطراف وبعض الناس شكرا مصلحتو ذلك خطرتكرا البرشة الفكرة والله البارح بارك نسمع في واحد هو هارب توا فهمتني في الخارج فار من العدالة ومطلوب للعدالة في تونس في قناة غير قانونية اللي هي قناة الزيتونة غير قانونية الله اعلم منينا تبث يدعو الى السيدام ويلوم معناتها على الاتحاد كيف لا يتصادم مع السلطة وكيف لا يحرق البلد من اجل انه هما يرجعوا لحكم وبالتالي من يدعو اليوم للسيدام هما هالأطراف وهالأشخاص اللي يلقوا راحهم خارج السلطة وخارج التاريخ وخارج الحكم بعد 25 جوليا وبالتالي خالينا نقولوه بالمثال الشعب يحبوا يأكلوا لبصل بفهم الاتحاد الاتحاد قال ام دويوا قال ام دويوا انا مانيش حطب محرقة باش انتوما تعارضوا رئيس الجمهورية ولا تعارضوا السلطة النقطة الثانية ماليك بعد 25 جوليا راو كانت الحقيقة الدعوة ملحة لكل الاطراف سواء احزاب سياسية او جمعيات او منظمات الوطنية للقيام ببعض المراجعات وبما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل من اجل الاتحاد راو من اجل الاتحاد مراجعات على مستوى الاساليب على مستوى الممارسات على مستوى كذلك مراجعة بعض اليات العمل النقابي ماليك تو احنا كيف كنا ديما نحكيه مثلا على الاذرابات اليوم نحبوا لنكروا راو المجتمع التونسي والعائلات التونسية والتلامذة والطلبة تضرروا كثيرا من الاذرابات العشوائية تضررنا كثيرا من مسألة حجب الاعداد وبالتالي نحبوا الاتحاد اليوم في اتار هذه المراجعات المطلوبة وراونا نعرف اللي فم حتى قيادات في الاتحاد وقواعة الاتحاد هو ما بيدهم يطالبوا بالمراجعات هذه في اتار ان المنظمة هذه تتطور ونحافظوا عليها وتكون بالحق منظمة حقيقية تدافع عن الشغالين وقريبة من الشعب وإلى الشعب الحاجة للنقطة الاخيرة ملايك اللي ننهي بها راو ما نحبوش اليوم يكون فما شعور لداء المواتنين في تونس انه راو السياسيين أو النقابيين أو المحامين أو القضاة أو غيرهم وكأنه هوم عندهم حصانة وبقية الشعب الكريم معناتهم مواتنين درجة ثانية وثيرثة وعاشرة وهو ما فوق روسهم ريشة ولا مواتنين من الدرجة الأولى والبقية ومش مواتنين وبالتالي يجب ديما نخليه في قتنا كبيرة وعالية في القضاءة متاعنا راو ها كما تشوفوا نفس القضاءة اللي يشد هو نفس القضاءة اللي يسيب مش معقول وقت اللي يشد نشوهوه ونقولوا عليه قضاء تعليمات ونقولوا عليه استهداف سياسي ونقولوا عليه به وعليه وبعد ما يشد بعد ما يسيبه ولي قضاء مستقل القضاءة اللي يشد هو اللي يسيب قضاء المستقل يشتغل في إطار استقلالية التامة معلينة كان أنه نحترموا القرارات ونضبطوها مطالب للإفراج عن المتهمين فيما يعرف إعلامياً بالقضية تتأمر على أمن الدولة ما الجديد فيها هذا الكل؟ نكتشفه بعض الفاصل